اختتمت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة بعد عمل استمر أربعة أيام وخرج المؤتمر بتوصيات أهمها تطبيق حلول عملية لحماية موارد المياه في ظل ظاهرة تغير المناخ المياه في قلب العمل المناخي عنوان اتخذه أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة الذي استمر لمدة أربعة أيام واختتم فعالياته بتوصيات عديدة تهدف لتطبيق حلول عملية لحماية موارد المياه والحد من تأثير التغيرات المناخية عليها إنها النسخة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه الذي جعل مصر مركزاً لرئيسياً لمناقشات التعامل مع المياه وإدارتها بالإضافة للتعامل مع مصادر المياه الجديدة وتمويل استثمار في المياه وتحليتها وربط أوروبا وإفريقيا معاً وأعتقد أن موقع مصر هو موقع ممتاز ومخرجات هذا الإسبوع أننا نتحضر لكوب 27 وستكون قضية المناخ على رأس أجندة المؤتمر أسبوع القاهرة الخامس للمياه شمل العديد من الجلسات التي نقشت آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية وسبل تحقيق الأمن المائي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض للأفكار الإبداعية بالإضافة لمسابقة خاصة لدعم الشباب وأفكارهم الأسبوع نجح في تفاعل وفي مبادرات تم إطلاقها وتم الإعداد للطريق من القاهرة إلى شرم الشيخ وإلى ديورب وتم وضع خطوات محددة شركاء أكتر من سبعين من شركاء التنمية شاركوا معنا في إعداد الأسبوع وخرج بتوصيات أهمها هي أنه حيتم إعداد رسائل واضحة من مجتمع المياه تقدم في شرم الشيخ للسادة مفاوض المناخ ولمجتمع المناخ لتضمين المياه ضمن ملف المناخ وتوفير التمولات اللازمة لتحقيق المرونة والتكايف مع طوارات المناخية الحقيقة أنه احنا بنفخر بأن احنا أسبوع القاهرة للمياه بيكبر يوم بعد يوم وأصبح منصة دولية بيتهافت عليها من الحضور سواء العلماء والخبراء أو المؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات المنحة بتمثل منصة لتبادل الخبرات لمعرفة أحدث التطورات في العلوم المائية في أحدث التقنيات المستخدمة سواء في التزويد بالمياه أو إدارة الطلب على هذه الموارد المائية وبالتالي كل المقترحات أنا أعتقد أن كل المقترحات اللي موجودة النهاردة باتخاذ العلم كسبيل ووسيلة لتطبيق هذه وربط البحوث العلمية بالجانب التطبيقي مع الوزارات المختلفة ويؤدي بشكل كبير جدا إلى إمكانية تطبيق ما تمت لوصول إلى علم التوصيات وخصوصا أن التوصيات مش جاية من بحوث نظرية ده جاء من بحوث تطبيقية أعتقد أن الدولة دلوقتي متجهة راحت أن إحنا مصر بتقع تحت الفقر المائي حاليا وضغط ماء جديد فبالتالي إحنا بنتجه كدولة أن إحنا نحاول نلاقي حلول مستدامة وحلول أنها توفر في استهلاكات المياه المصطوع التخرج بتاعنا مركز الأول وإحنا نحصل على جائزة قدرها 30 ألف جنيه الجائزة دي هي في إطار السابورت والدعم بتاع وزارة الوارد المائية لمشاريع التخرج والطلاب الخبئيين بنحاول نساعد الدولة أن نحن نحاول نفل الجاب اللي بين المياة اللي مصر عندها ومصر بتحتاج المياه أكتر من اللي هي عندها فإحنا بنحاول بمشاريع إحنا بنعملها إحنا كل ترمي عندنا في المرسة بنعمل مشروع معين فالمشروع السنة اللي فاتت كان لسين بتاعه واللي أحنا نحاول نحل لهم مشكلة المياه فمصر طبعاً عندها مشكلة المياه فإحنا حاولنا بعدة برويجريتات زي ما هو موجود نحن نحاول نجيب مصادر للمياه تكون كليين وفي نفس الوقت بتوفر فلوس للدولة 1500 مشارك من 70 دولة تنوعوا من وفود رسمية وخبراء دوليين وطلاب ومبتكرين قدموا عروضاً وأبحاثاً علمية في مجال المياه بالإضافة للخروج بتوصيات وأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع أفكار وتوصيات وابتكارات خرجت من أسبوع القاهرة للمياه فضلاً عن إطلاق مبادرة تكيف المياه مع التغيرات المناخية التي ترتبط بشكل مباشر بمؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين وترسم الخطوط الرئيسة للوصول لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 كريم بيبرس التلفزيون المصري